اليوم سيكون هذا الفيديو بمثابة نظلم العصفورين بحجر واحد نعلمك كيف انك انت تكتب جمال انجليزية او باراغراف وفي نفس الوقت ستتعلم من خلال هذا الفيديو كيف انت ممكن تكون جملة وكيف تتحاشى الاخطاء اللي عادة بيقع فيها الناس عندما يتحدث اللغة الانجليزية او عندما يكتبونها خليك معي وركز معي في هذا الفيديو قدر الاستطاعة لانه سيختصر عليك مشوار طويل طيب احنا نريد ان نعرف قواعد عامة هذه القواعد اذا انت عرفتها you will not make any mistakes مش هتعمل اي اخطاء again مرة اخرى انا عندي ثمان معلومات ثمانية معلومات اذا اتبعت هذه النصائحة الثمان معلومات لن تخطئ في كتابة الجمل او كتابة البراغراف او حتى عندما تتحدث اللغة الانجليزية اذا الهدف هدفين كيف نكتب وكيف نتحدث او نكون جملة عبر التحدث الان هي نفس النتيجة النقطة number one النقطة الاولى دائما وابدا put in your consideration ضع في اعتبارك ان الجملة تتكون من فاعل ثم فعل ثم مفعول به يعني تبدأ الجملة باي وهي وشي وات ويو وذي ووي او عبدالله او محمد ثم تأتي بالفعل سواء فعل رئيسي go play كذا او فعل مساعد is و are و was و where و have و has و can الذي تريد ثم يأتي المفعول به هذا القانون رقم واحد رقم اثنين النقطة رقم الثانية التي اذا اتبعت هذه النصائح لن تخطئ في الكتابة او تكوير الجمل نهايا لا تنسى الكابتال لتر والسمول لتر والفول ستوب والكوسشن مارك واكسلمنيشن يعني ادوات التعجوب علامة الاستفام نقطة نهاية كل جملة كيف تبدأ كابتال ابدأ كابتال عندما اتحدث عن ايام الاسبوع عن الشهور اسمع الاشخاص عندما ابدأ الجملة دائما ابدأ بكابتال وهذه موجودة في دروس سابقة انا شرحتها اذا تكوين الجملة فاعل فاعل مفعول به لا تنسى الحرف الكبير والسغير والتشكيل والنقطة رقم ثلاثة لابد ان تركز على ان الصفة في اللغة الانجليزية تأتي قبل الموصوف وليس كما في اللغة العربية اللغة العربية نحن نقول هو رجل طويل او رجل غني او رجل وسيم فالطويل وسيم وغيره جاءت بعد الرجل في الانجليزية تأتي قبل هذه قاعدة كثير طلاب بيهملوها وينسوها او يخطأوا فيها عندما يتكلموا او يكتبوا فلابد ان تقول النقطة الرابعة ركز وانت بتكتب او انت بتتكلم او انت بتكون جملة انت جملتك مفردة ولا جمع لانو انت لو انك بتكون جملة مفردة فتقول المفرد والجمع اذا قلت ستقول بعدها لكن رغم ان الطلاب بيقرفوا هذه المعلومة الا انهم بيخطؤوا فيها كثير جدا المعلومة الخامسة واللي انا شخصيا باجد لها اخطاء كثير جدا ركز على زمن كتابتك او كلامك هل انت هل انت بتتكلم على المضارع اذا حوارك يكون على المضارع بقية افعالك تكون في المضارع زمن جملك يكون في المضارع اذا انت بتتحدث عن الماضي فجملك تكون على الماضي اذا انت جملك تتكون على المستقبل خلاص خلي على المستقبل اعرف نوع جملتك هل جملتك بيتكلم على الاستطاعة كل زمن يعني لا تكتب مثلا كانا واحد في لغة عربية يكتب انا انا في لندن انا تمام اشتريت اشتري سوف اشتري انت الان بتتكلم على موضوع يا اما انت في لندن وايش بتعمل في لندن يا اما بتتحدث عن الماضي انا اشتريت من لندن كذا وذهبت واكلت وشربت ويا اما يكون الجمل تبعك في المستقبل لكن انا كقارئ اقرأ جملك يعني مش فاهم جملتك انت بتتكلم على ايش او البراجراف تبعك بتتكلم على ايش بتتكلم على رحلتك الى لندن خلاص جملك تكون كلها في الماضي سافرت انا واصدقائي الى لندن السنة الماضية وليس مسألة انا سافرت الى لندن كل سنة كيف سافرت كل سنة او انا سافرت الى لندن السنة الجاية يا سيلي ارحم عقدي من الاخطاء ايضا اللي تتكرر عند الطلاب النصيحة السادسة الآ والآن والذى الآ والآن والذى كثير من الطلاب ما بيستخدموها او يستخدموه بشكل خاطئ البعض لا يعرف متى يستخدم الآ والآن والذى وانا انصعك انك تكتب في اليوتيوب ادوات التعريف مع مراد هتشوف انه شرح كامل للآ والآن وذى متى تستخدم كل واحدين هم رقم سبعة النصيحة السبعة التحاشى او تفادى التأثر بلغتك العربية او بالتعبير العربي يعني التعبير العربي حاول انك تتخلص منه وشوف كيف يتكلمهم اللغة الانجليزية ومشي مثلهم يعني هم لهم طريقة في التعبير في اسلوب تركيب الجمل امشي فيها وحاول تترك الكلام العربي اللي هو لا حول ولا قوتين لا بالله او انا مثلا والله يعني فسد ليومي لو ترجمه انك انت تقول فسد ليومي مش ببعنا فسد افسد يومي او ضيع لي فرصة او يعني حاول انك تستخدم اسلوب التعبير الانجليزي اخر شيء انصحك باستخدام الحروف الجر الانجليزي بالشكل الصحيح هذه انا شرحتها بشكل كثير حروف الجر يا جماعة بكل بساطة الان لها استخدامات الان لا استخدامات الان تأتي مثلا مع الوقت مع كده احفظها دا استخدامات انتهى الموضوع طيب ندخل الان في الدرس الان نريد ان نعرف كيف نكتب عن شيء غير عاقل يعني كثير من الناس يقول لك انا اجد صعوبة عندما اتكلم عن شيء مثلا اكتب عن لغة انجليزية اكتب عن منزلك اكتب عن شركتك اكتب عن مدرستك جامعتك كش عارف يعني حس المعلومات اللي عندي ضعيفة وقليلة ممكن اتكلم عن نفسي عن اخي عن اختي اوكي شوف نفس القصة انت الان حاب تتكلم عن موضوع اللي هو مثلا شركتك او مدرستك او جامعتك مش عارف كيف تجيب معلومات شوف اول شيء اتباع ثمان النصائح اللي كلمتك عليها ثاني شيء اتكلم على اسم هذه الشركة اول شيء اسم الشركة هذه او المدرسة او الجامعة او المدرسة تمام ثاني شيء ايضا اتكلم عن عمرها كم عمرها هي قديمة جديدة حديثة تتكلم ايضا ايش يجد داخلها من ايش تتكون ما هو عملها ما هو عمل هذا المكان اللي انت فيه ايش بيعطي ايش المميزات ايش العيوب يعني نفس موضوع ذلك يحب ما يحب هذا المميزات وعيوب ايش تمتلك هذه المدرسة او الجامعة او المؤسسة او المدرسة ايش تمتلك فيها يعني طيب نفترض انك انت الآن هنتكلم على يور مثلا سكول مدرستك او يور يونيفرستي جامعتك نفترض طيب احنا الآن لو حبينا نحن نكتب سنقول اول حاجة اسم اسم جامعتي كذا تتذكروا هذا المعلومة العلمتك عليها طبعا في طريقة انك تقول طريقة اخرى هو ان تقول ثم اذكر اسمها يعني مثلا المستقبل حينا بياخذوا رموز يعني اس اس ار يعني اسم اختصار يعني اول مدرسة نفس الكلام طيب هو عادة بيستخدمه على الاصح بالنسبة لغير العاقل واستخدام الاف يقول لك اس التمليك هذه للاشخاص يعني فاضر برادر ماذر لكن الاسماء الغير يعني عاقل فتقول the name of my university is كذا كذا طب هنا بدئنا باسم الجامعة أو اسم مدرسة كذا طيب هنا هتبدأ اجملها بماذا بإيه ايوه ايش اقول صف لي هكذا كم صفة يعطيني على كبيرة صغيرة جميلة طيب it is ايوه الجامعة تبعها هذه it is big كبيرة ممكن اعمل فلسطوب ممكن ادمج it is big and beautiful هي كبيرة وجميلة هذه المدرسة والجامعة طيب ايش فيها ايش يوجد فيها او هل هي جديدة ولا قديمة it is ايوه old ممكن تقول انها قديمة ال it الان هنا هنا تعود على هذه المدرسة اللي هي ssr اسم المدرسة هذه والجامعة طيب it ايوه has يعني هي لديها it هذه المدرسة او الجامعة university university والمدرسة يوجد فيها it has مثلا نقول 40 classes 40 فصل تمام ممكن تعمل full stop وممكن تعملها فاصلة يعني بعد classes ممكن تعملها فاصلة it has 40 classes كافتيريات كافتيريات فاصلة ممكن نقول مثلا يوجد فيها play ground ملاعب play ground آخر واحدة تقول and وإيش كمان labs معامل laboratory تمام it أو ممكن تقول هناك يوجد ممكن تقول it وغالبا حلو جدا أنك تبدأ جملتك there are تريد أن تقول هناك 20 مدرس أو هناك 200 طالب 20 مدرس مثلا there are أيوة مثلا 200 students هناك 200 طالب in this سواء university ولا school uni their city أو حبيت تكتب school school تمام there are ممكن تقول and يعني ممكن وهناك فاصلة and there are يوجد هناك more than أنا أستطيع أن أكتب 20 مدرس هذه حلوة تستفيد منها تعني أكثر من more than 20 teachers وهناك أكثر من 20 مدرس طيب أنت حب تقول مثلا مميزاتها وعيوبها تمام مميزاتها مثلا أن هي مثلا رخيصة أو أن قريبة أو أن شكلها جميل فممكن تقول it أو تذكر اسم الر ر 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 هم يعني يا أما تقول it وتقصد بها الجامعة أو تقول r ر is is مثلا عيبها إن is very مثلا نذكر العيب is very expensive ماذا الجامعة هذه والمدرسة هذه تمام غالية جدا تمام آآ هي هذه أحد العيوب تبعها آآ it is مثلا إيش العيبة الثانية تبعها مثلا هناك بعض المدرسين السيئين هذه عيب ثاني there are some bad teachers خذ بالك إن أنا وضعت الصفة قبل الموصوف وصفت المدرسين بأنهم سيئين there are أنا بدأت فيها عدة جمل وهي مهمة جدا طيب المميزات آآ 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 شوف ممكن تقول the location of ممكن تقول R R S اللي قلنا عليه اختصار S S R عفوا يعني ممكن تقول هكذا تختصر يعني من هذه الجامعة is perfect how is convenient ملائم suitable مناسب تمام تعالوا نشوف كم جملة الآن معنا one two three four five six هنا ربطناها six seven eight nine نكمل نكمل العشرة شوف بس في مجال نعم في مجال إن أنا أكمل أكتب تحت طيب حاب أنا أقول إنه آآ المدرسة هذه تمام آآ ممكن آآ إنها مثلا تتغير في المستقبل أو آآ سوف ينقلون هذه المدرسة في المستقبل مثلا ممكن تقول آآ S S R S S R will move تمام to آآ هتنتقل move يعني هتنتقل جامعة S S R will move ممكن تقول will have هيكون عندهم a new branch فرع جديد في كذا كذا آآ ممكن ننتقل move to ممكن يعني move to واذكر لي اسم المدينة ممكن نغيرها هنا S S R will S S R will have هيكون عندهم a new branch هيكون عندهم فرع جديد وين واسم المدينة اللي مثلا هي في دولة فلانية وهتكون عندها فرع جديد في مدينة فلانية المهم أنه أنت ركز كيف آآ الهدف من الموضوع التركيب الجمل إنك كيف ركبت الجملة كيف صنعتها كيف ركبت الصفة قبل الموصنوف الفئة المفعول به ترتيب الجملة همشي عندي The name of كذا هذه معلومة جديدة وحلوة جدا من يكون الفيديو فادكم شاركوا الفيديو مع غيركم لا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية Good luck خاطبا فقنا سيسوركم قريبا مع السلامت الله